قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة قضية أزلية يمكن بدأت من أيام مؤتمر بازل وتستمر للأسف الشديد وحتى هذه اللحظة المقاربة المصرية أو الرؤية المصرية هي رؤية ثابتة قضيتنا المركزية هي القضية الفلسطينية خلال السنين اللي فاتت القليلة جدا ويمكن من بدء نشوء الجمهورية الجديدة في 2014 فكانت مصر لديها يقين رئيسي بأن حل الدولتين هو الحل الحقيقي والناجع لهذه الإشكالية أو لهذا الصراع القضية الفلسطينية حاضرة دائما وبقوة على الأجندة المصرية في خطابات الرئيس سياسية كانت معلنة أمام العالم أو حتى في الخطابات والكلمات الشعبي القضية أيضا هي قضية الشعب المصري مش بس الدولة المصرية ومؤسساتها مصر كانت دائما هي السند السياسي الأهم والأكبر والأبرز لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المنظمة الجامعة والممثل الكامل والشرعي لكافة الفصائل الفلسطينية على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف اتجاهتها ولازم تبقى متأكد من أن مصر دائما وصوف تظل هي اللاعب الرئيسي الأهم والأبرز لإقرار مشروع سلام حقيقي على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 على أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين الحرة خلي بالك أن الرئيسي ما كنت بقولك مبارح وزي ما دايما بقول من أول يوم ومن يوم خطاب أسر الأبة في 2014 كان دائما يصر على هذه الرؤية دعم مصر هو دعم مستمر لكل المؤتمرات والمبادرات السلمية لحل القضية الفلسطينية وحتى هذه اللحظة مصر اتحركت تحركات مكوكية شديدة الحماس بزخم منقطع النظير ولا مثيلة له لإنهاء حالة الانقسام في الداخل الفلسطيني وتحريك مصار المصالحة الوطنية ما بين الفصائل الفلسطينية وده اللي نجحت فيه مصر ورعت اتفاق تاريخي للمصالحة لو تتذكر في أكتوبر 2017 مصر استضافت جلسات الحوار الوطني الفلسطيني الفلسطيني في فبراير 2021 وبمشاركة الـ 14 فصيل فلسطيني كلهم دون استثناء مصر هي اللي عملت اجتماع العالمين في يوليو 20-23 يدوب من 3 شهر لدعم التواصل ما بين الفصائل ومواجهة السياسات الإسرائيلية القمعية جهود متكررة لوقف التصعيد المتوالي من الجيش الإسرائيلي تجاه قطاع غزة وأهلين الفلسطينيين وكانت البيانات المصرية والكلمات المصرية الرسمية شديدة الوضوح والحسم مصر لا زالت تكثف جهدها لوقف التصعيد لا زالت نصر تقود العملية السياسية والدبلوماسية علشان وقف التصعيد مصر بالمناسبة ما اكتفتش بيء موقفها الدبلوماسي أو دورها السياسي شديد الأهمية واللي دعا قادة العالم خلال الثلاث سنين اللي فاتوا للاتصال بالإدارة المصرية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء إذا كان للثناء على الجهود المصرية أو لطلب التدخل المصري لوقف أي شكل من أشكال التصعيد بل إنه مصر وقفت جنب أهلين الفلسطينيين في غزة وقفة لن ينساها التاريخ على الإطلاق مصر خصصت نص مليار دولار لإعمار قطاع غزة رقم يعد شديد الضخامة في تاريخ القضية الفلسطينية مصر وإحنا بنتكلم دلوقتي بتقود الجهد الدبلوماسي والسياسي شديد الكثافة خد بالك بقى شديد الفاعلية علشان نضح حائلا دون مواجهة مفتوحة طويلة ما بين أهلين الفلسطينيين وما بين الاحتلال الإسرائيلي لعل الجهود المصرية تكلل بنجاح نتمنى أن العالم ينظر للقضية دون الكلب مكيالين دون المعايرات التي أحيانا تذهب في جانب دون جانب آخر هو المحتل